وينضم معنا من عالي جبال فيفا مفيد قناة الإخبارية زميل خالد الجناحي مساء الخير خالد إليك صوت الصورة حياك الله سالم كما تعلم وكما ظهرنا في النشرة السابقة نحن في محافظة فيفا تحديدا في جبل الحكميين هذا الجبل الذي يتبع لقبيلة الحكميين معي الآن محافظ محافظة فيفا السادة محمد بن عبدالله الغزي وممثل البلدية الدكتور سالم رئيس البلدية رئيس البلدية الدكتور سالم آلم نيف وشيخ قبيلة الحكميين أحمد محمد الحكمي الفيفي دعني أبدأ معك يا أبو عبدالله دعني أبدأ معك الآن أرى ونشاهد بالصوت والصورة أبناء محافظة فيفا عدد منهم يحملون السلاح يقومون بمهمات حراسة أسألك عن التنسيق بينكم أنتم كسلطة رسمية وبين أفراد القبيلة الذين هم يقومون بأعمال الحراسة أفراد القبيلة هم يعتبرون المواطنين هم رجال الأمن على موجة سمو سيدي مدير الداخلية الأمير نيف رحمه الله أن المواطن هو رجل الأمن الأول وتوجيهة أمير المنطقة بحث القبائل بالتعاون وسد الثقرات والانتباه واليقظة فأهلي فيفا جميعا جميع بقعة فيفا ما تأتي بقعة إلا وفيها رجال من كبار السن المنشوف بعضهم متقاعدين عمداء وعقداء والوية ومواطنين كلهم يدن وحده مع رجال الأمن ومع الجهات الخدمية البلدية والمشائخ والقبائل والعرايف كلهم يدن وحده بالحفاظ على الأمن والمواطن يعتبرون رجل الأمن الأول لكن خلني أسألك أبو عبدالله الآن عملية التنسيق في أعمال الحراسة إذا كان عندهم حادث مثلا تمكنوا من مثلا القبض على متسلليين على مطلوبين على مجهولين كيف تم التنسيق بينك وبينهم التنسيق بيننا وبينهم وبين الجهات الأمنية جوالاتنا لدى المواطنين يقبض المجهولين وتصلون بنا ونرسلهم الدوريات فورا بالقبض على المجهولين وإيصالهم للجهات المختصة أواصل المستمر نعم أبو محمد السلاح ليس بالأمر السهل عملية الانضباط وإداء هذه المهمة بمسؤولية إلى أي مدى تصف رجال القبيلة الذين أنتم اعتمدتم عليهم بعد الله إلى أي مدى تصف مستوى المسؤولية وضبط النفس الحقيقة الحمد لله رب العالمين نحن كما تعرف منطق حدودية والمناطق الحدودية التدريب فيها على جميع أنواع الأسلحة يبدأ منذ الطفولة يعني مع أيام الدراسة في الصف الأول الابتدائية تعلم الطفل استخدام السلاح والطريقة التي يستخدمون بها ثم أننا لدينا كثير من من تشاهد أمامنا من المتقاعدين فيهم ضباط وضباط صف دعنا أبو محمد نخرج من الصورة ونترك أيضا جمال المنظر وتكمل حديثك لا مشكلة كما قلت لك لدينا ضباط ولدينا ضباط صف من الكفاءات المميزة كانوا في القوات المسلحة أو في الفروع الأخرى من القوات المسلحة في الأمن العام في الحرس كلهم مدربين على الأسلحة بشتى أنواعها فرؤساء الفرق الذين يشرفون على بقية زمرائهم أيضا من المدربين ومن المحنكين في استخدام الأسلحة لا مشكلة عندنا في الانضباطية في هذا الجانب نحن الآن والمشاهد الكريم يشاهد جزء من جبال فيفا صف لنا الموقع الذي نحن فيه نحن أين الآن؟ نحن في موقع يسمى شميلة من جهة قبيرة الحكمي وهذا الموقع عبارة عن كما ترى صخور فلزية من الصخور الشديدة الصلابة وتتوزع أيضا البيوت حوله كما ترى كم بيننا وبين أقرب منطقة على الشريط الحدود؟ والله يعني في أماكن أقل من كيلو وفي أماكن أكثر من كيلو تتراوح حسب وقوفك أنت المكان الذي تكفيه قد يكون أحيانا لا يتجاوز الكيلو متر الواحد أفقي المسافة بيننا وبينهم جميل سالم ربما إذا بقي من الوقت ولو دقيقة عود للدكتور سالم أيضا رئيس بلدية محافظة فيفا ما الدور الذي أنتم تؤدونه في ظل هذه الأحداث بعد أن بدأت عاصفة الحزين؟ حقيقة بالنسبة لدورة البلدية هي متعاونة تماما سواء مع القوات العسكرية المرابطة في محافظة فيفا أو مع المواطنين المرابطين في الجبل وحقيقة عندما ترى المواطن يستشعر الدور الهام لكونه رجل أمن بالدرجة الأولى هذا شيء مفرح ويثلج الصدر وحقيقة المواطن الفيفي حقيقة دائما يعتبر في الصفوف الأولى لأي تعدي على هذه البلاد الطاهرة ونسأل الله العلي القدير أن يدوم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد الغالي سالم ربما في النشر المقبلة سنكون في نقطة أقرب من الشريط الحدودي لا أعلم الذي سنشاهده لكن بالتأكيد سنلتقي ربما أبناء هذه المحافظة في منطقة متقدمة نعم شكرا لك زميلي خالد ولضيوفك الكرام